رسالة الإمام الفنان الرائع خالد النبوي وعودة للمسلسلات الدينية مهمة يعني من اللي احنا شفناه ده وقت في البرومو ده او التيزر الزوار ده اقول لها حالك ان هيبقى من ترندات رمضان ان الناس هتستعيد اشعار الشفعي واتدور عليها وفيه ناس هتبقى بتسمع الابيات ومش عارف ان هو اللي كان بيقولها طبعا ده دور بتعمله الدراما يعني لا يمكن اخفاله انها تخلي الناس ترجع وتقرأ وتشوف حاجات وتتحقق عمل عظيم ده اللي واحده طيب انا سريعا كده ممكن اسأل اسواء الاخير يعني مين اللي من النجوم بتوعي الدراما بتوعنا اللي ممكن نكون هنفتقده السنة دي لا هو انا بصراحة دايما انا بحب بقول ان مش موضوع الجدى بالموجود بس احنا عندنا نجوم كتير جدا موجودين حتى لما بنصة الغياب ببقى نعمل انواع النستالجيا او المحبة انا حاسة ان ما شاء الله كله موجود كله موجود لكن طبعا فخراني مش موجود وعدل امام لسنة التالتة مش موجود هن صابري مش مش موجود احمد عز مش موجود بس السنة الجاية هيبوا هما موجودين وفيه ناس من الموجودين دلوقتي مش موجودين ان شاء الله وممكن يكونوا بيحضروا اعمال تاني اوف سيزن كريم عبد العزيز يحضر برضو المسلسل وان شاء الله يكون رمضان اللي جاي اه كان عنده مسلسل وداخل بس يتأجل في الاخر احنا يهمنا احنا حتى الوف سيزن بقى شغال طول السنة فانا اهمنا ان الانتاج في دا المستمر والداخل المسلسلاتي يبقى موجود ويتوفر كمان للسوق العربي يعني سوق عبد الراما بتفرج احنا كده يعني متمسكين بمكانتنا وطبعا الدراما رمضان مش لحد كده لا احنا لسه عندنا دراما تانية ومسلسلات تانية هنوافي حضراتكم بتفاصيلها في حلقات جاية ان شاء الله بنشكر استاذ محمد عبد الرحمن شكرا لك نورتنا